ما الذي يحصل في البحر الأحمر وبحر العرب حقيقة ولمصلحة من ما يحدث في المياه الدافئة قرب أهم مضايق العالم البحرية لا يبدو أن الصراع الدولي الحاصل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي في السيطرة على خطوط التجارة الدولية من خلال مشاريع عابرة للقارات كطريق الحرير وغيرها بعيدا عن ما هو حاصل تسعى الصين ومنذ زمن ليس بالقصير لسيطرة العسكرية والأمنية على أهم الممرات المائية بهدف تأمين تجارتها ومنتجاتها التي تجوب العالم في جبوتي افتتحت بكين أكبر قاعدة لها خارج البر الصيني في أهم مضايق العالم وممراته البحرية باب المندب إضافة لنشرها أسطولا بحريا حربيا كبيرا في البحر الأحمر وبحر العرب والهدف المعلن محاربة القراصنة وتأمين الملاحة أمر أقلق واشنطن وحلفائها خاصة مع التحرك السياسي والدبلوماسي للصين في حال حالة قضايا المنطقة على رأسها الاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات برعاية وضمانة صينية لكن التحرك الأخير للحوثيين في البحر الأحمر مثل ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين لنشر أصاديل وقطع بحرية كبيرة الهدف المعلن منها تأمين التجارة العالمية من هجمات الحوثيين لكن الهدف الحقيقي أبعد من ذلك وأكثر خطورة إيران بدورها تسعى جاهدة أن يكون لها موطوع قدم في هذا الصراع الدولي المحموم على المياه الدافئة لكن ما هو مؤكد أن دول المنطقة ومنها اليمن هي من تدفع ثمن هذا الصراع وتنعكس عليها نتائجه الكارثية في المستقبل المنطور